عجينة سنبوزة ناجحة بالبيت طريقة ما في اسهل منها ولا انجح من هيك عجينة هشة بتقرمش رقيقة ومنفوخة متل ما كون شافين بهي الطريقة مكونين اساسيات لهالوصفة ورح نحصل على هيك عجينة بتاخد العل تابعوني لحتى تشوفوا الوصفة مع بعض عندي اول شي كيلو من الطحين انا استخدمت هذا النوع رح احتاج 500 جرام من المي رح احتاج ربع كوب من زيت النباتي وملعقة صغيرة من الملح اول شي نزلت الطحين الملح رح اضيف الزيت رح اترك تقريبا ملعقة طعام من الزيت للمرحلة الاخيرة مرحلة التنعيم خلطت الطحين مع الملح والزيت مع بعضهم شوي وبعدين بلشت تنزل المي بالتدريش وبعد ما لمت العجينة بهذا الشكل على بعضهم بدي يضيف ملعقة الزيت يلي تركتها للاخطوة الاخيرة هون بدنا نعام العجينة وهلأ برجع بعجن العجينة لحتى بسك دائتين ثلاثة تلتم على بعضها وتصير قوامة ناعم هاي العجينة ما بدي خميرة ما بدي اي مكونات تانية حتى لو حطينا نشا بالعجينة بعد القلي رح تطرى العجينة يعني النشا ما بيعطي الارشة النشا بس بيعطي ارشة باول ما بنقلي التسامبوسة وبعدين بتروح الارشة هلأ شايفين كيف العجينة طلعت عندي غير لاصقة ما بتلزق باليد ابدا رح اتركها على جنب وبغطيها لوقت لي حضر الحشوة بالنسبة لهي العجينة فيني اتركها مدة اسبوع بالبرات ما بيصر لها اي شي وبقدر اشتغل فيها بس بطلعها قبل بوقت من البرات وببلش اشتغل فيها هلأ انا هون بدي حضر حشوة اللحمة وحشوة البطاطا حشوة البطاطا انا دائما بعملها وبتخلص قبل اللحمة فحبيت اني يحط لكم كمان طريقتها لحتى اللي بيحب يعملها كتير كتير طيبة جربوها بالنسبة لحشوة اللحمة كمية وفيرة من البصل لكيلو من اللحمة طبعا فيكن تقلل وتكتروا هذا الشي اختياري ولكن البصل كتير طيب مع هاي الحشوة هلأ انا هون تقريبا حطيت كيلو من البصل حطيت شوي من الزيت النباتي هلأ البصل مع الزيت تغلت خمس دقايق وبعدين نزلت عليه هون اللحمة اللحمة مفرومة نعمة تكون مدهنة شوي او من دون دهنة ما بيأسر هلأ بدي حركون كتير منيح لحتى تبلش لون اللحمة تتغير عندي وبس بلشت لون اللحمة تتغير طبعا كلها شغل على نار عالية ما تكون هادية لحتى تنشف السوائل بسرعة ضفت ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من السبع بهارات والفلفل الاسود وبحرك اللحمة بهي الطريقة لحتى تنشف ميتها وبس لتنشف المي السوائل يلي باللحمة بطفي النار وبنزل البقدونس البقدونس مع هاي الحشوة بتاخد لعال كتير طيبة وفيكن تستغنوا عن البقدونس اذا انتم ما بتحبوا البقدونس بالنسبة للبطاطا اول شي حطيت تقريبا 150 جرام لا 200 جرام من اللحمة وعندي هون كيلو من البطاطا حطيت بالطنجرة شوية زيت ولحمة وقلبتهم مع بعضن طبعا انا هون عم افرم البطاطا وعم حرك اللحمة لحتى تستوي عندي تماما عندي هون البطاطا لازم انفرمها فرم ناعم متل ما كون لاحظين بهذا الشكل لحتى تستوي معنا بسرعة وكمان بتسهل علينا يعني تقريبا بتصير مثل اللحمة الناعمة ما بدناها تكون خشنة لحتى تسهل علينا اثناء الحشو طبعا انا هون بعد ما فرمت البطاطا غسلت كتير مني وصفيتها بالمصفاية وعندي هون اللحمة صارت مستوية وجاهزة رح نزل عليها البطاطا المفرومة ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من السبع بهارات فلفل اسود والبابريكا او الشطة اذا بتحبوها حدي شوي وهلا بظل تقريبا خمس دقايق الى سبع دقايق وانا عم اقلب البطاطا على نار عالية لحتى تبلش البطاطا هيك شوي تاخد لون وتسخن كتير منيح وبعدين بغطي البطاطا وبهدي عليها لحتى تستوي تماما عندي هون العجينة جاهزة طبعا صارت ومتل ما قتلكون فيكون تستخدموها بعدين ايما ما حبيتوا تستخدموها شوفوا لي قوام العجين كيف طلع عندي هلا بدي قطع العجينة لقطع صغيرة طبعا لحتى مدة شكلت هيك الكرات وبتركها على جنب بهاي طريقة العجينة بتظل مرتاحة كل ما باخد قطعه بتظل مرتاحة القطع اللي بعدها لحتى اني اشتغل فيها لانه متل ما بتعرفو عجينتنا ما فيها خميرة ابدا بالنسبة للعجينة بعد ما بقطعه بشكلها القطع اللي بتزيد عندي بتركها على جنب بكورها وبتركها على جنب لحتى ترتاح باخد قطع غيرها وبس خلص القطع اللي بايدي بكون رتحت القطع اللي اشتغلت فيها وبرجع بشتغل فيها بكل سهولة هلا انا هون ضروري كتير اني حط شوية طحين لانه ازا ما بتكتروا طحين فالعجين طبعا لازم ما انكتر كتير بس لازم العجينة ما تكون عم تلزق معي ازا ما كترتوا طحين العجينة هي رح ترتاح ورح تعزبكم وقت بتكون تقطعوها فحاولوا تخلوا تحت طحين لتقدروا تتحكموا بالعجينة هلا انا هون رح اعمل الشكل الاول يلي هو البطاطا بشكل دائري ومعترف عليه شوفوا هلا هون العجينة خلصت معي شكلتها مرة تانية وتركتها على جنب لحتى ترتاح هلا هون رح حط حشوة البطاطا بدي حط الكمية اللي بدي اياها بتقدروا تعملوا الحجم اللي بتكون اياها ورح اقلبهم هيك يكونوا الاطراف متساوية على بعضها وبعدين نقدر بالشوكي او بيدنا نشكل الاطراف انا رح اشكلهم بالشوكي اسهل واسرع شايفين طريقة كتير سهلة وبسيطة واذا عندكم اوالب السنبوسة كمان بتقدروا تعملوا فيهم انا عندي اوالب ولكن حبيت اعملكون هيك على اليد لحتى اللي ما عنده اوالب بيقدر طبعا يستفيد بهاي الطريقة كتير مهم ترشوا ارضيه الصينية بالطحين وبتقدروا اذا بتعملوا كمية كبيرة تحطوا السنبوسة اللي خلصت بالبرات لحتى تبقى محافظة على شكلها وما ترتاح كتير مشان وقت اللي بتكون تقلوهم تقدروا تشيلوهم بكل سهولة من الصينية هلا انا هون كمان عملت شكل مسلسات الالب وطريقة قدامكم كتير سهلة كمان عملت اشكال مستطيلة وبعدين حطيت الاطعة بالقالب حطيت اللحمة وبعدين قطعت الاطراف وهيك صار عندي الشكل التاني شكل يلي باللحمة متل ماكم لاحظين وهلا بحمي الزيت على النار وببلش نزل السنبوسة مجرد ما اني نزلت السنبوسة لازم ببلش قلبوا اذا ما بتقلبوا رح يصيروا على شكل بالون ويبطلوا يقلبوا معكم للطرف التاني بس قلبوا بالشوكة متل ما كون شافين بطريقتي هيك لحتى ما يخرب معكم شكل السنبوسة وهنين عبينقلوا على النار وبس توصلوا لهذا اللون بتطلعوهم من الزيت وبتحطوهم بالمصفاية افضل من انو تحطوهم على محارم ورقية وهلا هون يلي باللحمة كمان شوفوا لي شكلهم كتير صار حلو ومرتب وبتضلوا بتقلبوهم متل ما قدلكون لحتى توصلوا للون البتكونية وهي هي النتيجة سنبوسة ولا احلى من هيك بشوفوا كيف الكمية الهواية اللي بقلب العجينة بتقدروا يترققوا العجينة بس زرققنا العجينة كتير رح يصير صعب علينا اشتغل فيه مشان هيك تركت شوية يعني سماكة بقلب العجينة طبعا مو كتير شوية صغيرة وهلأ هون اخدت قطعة من السنبوسة شوفوا لي قلبها من جوا كيف صاير فاضي قلبها هوا هاي يلي باللحمة وهون عندي يلي بالبطاطا هاي من البطاطا مستحيل يزيد منها قطعة وحدة مستحيل تخلص قبل يلي باللحمة جربوها وكتير كتير رح تعجبكم بيتقدم جب السنبوسة لبن العيران او السلطة او خضار متل ما بتحبوه جربوها الوصفة والعافية عليكم شكرا شكرا